رحل في مثل هذا اليوم عن عمر اقترب من السبعين عاما المطرب محمد عبد المطلب المعروف باسم طلب والحاصل على وسام الجمهورية عبد المطلب كان يتربع على العرش الأغنية المصرية ولا جالت معظم أغانيه نتغنى بها اليوم من هذا واحد من أبرز نجوم الغناء الشعبي في تاريخ الأغنية إنه الفنان محمد عبد المطلب في قرية شبراخيد بمحافظة البحيرة ولد عبد المطلب في الثالث عشر من أغسطس عام 1910 لم يتمكن من التعليم سوى في كتاب القرية والذي مكنه من حفظ القرآن الكريم كان للقدر دور كبير في دخول الفن إذ جمعته الصدفة ليتقابل مع الفنان داود حسني الذي أعجب بصوته وقرر ضمه إلى تخته الغنائية تتلمز عبد المطلب على يد داود حسني ليبدأ رحلته في عالم الفن حيث انتقل بعد ذلك للانضمام إلى فرقة الفنان محمد عبد الوهاب قبل أن ينضم للعمل بصالة بديع مصبني وكزن الراقصة فتحية محمود بالإسكندرية قدم عبد المطلب الكثير من الأغاني التي ستظل محفورة في تاريخ الفن لعل أهمها رمضان جانا وساكن في حي السيدة ويا حسدين الناس لم تكتفي موهبة عبد المطلب عند الغناء فحسب بل شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية حيث رشحه محمد عبد الوهاب للعمل في فيلم تاكسي حنطور الذي غنى به أربع غنيات قبل أن يؤسس شركة إنتاج مع زوجته لينتج أفلام الصيط والغنى وخمسة من الحبايب لتصل مشاركته السينمائية إلى ما يقرب من خمسة وعشرين فيلما تنوعت ما بين التمثيل والغناء تراث فني كبير تركه محمد عبد المطلب إلى أن رحل عن عالمنا في الحادي والعشرين من أغسطس عام الف وتسعمائة وثمانين عن عمر ناهز السبعين عاما